بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله سبحانه وتعالى تمكن الوفد الكويتي بالتعاون مع شقائه العرب والوفود الإسلامية والشغيغة من انجاح المغترح الكويتي في البند الطارئ واللي شاركنا فيه أيضا الأخوة من دولة البحرين وجمهورية تركيا ودولة فلسطين وكانت حقيقة تحدي كبير وصعب في 138 دورة منذ انشاء الاتحاد البرلماني الدولي لم تنجح مقترحات المجموعة الجيوسياسية العربية في أي من هذه الدورات باستثناء الدورتين الأخيرتين العام الماضي نجح مقترح الكويت فيما يخص الروهينجا وفي العام الحالي نجح مقترح الكويت بالإضافة إلى شقائه الدول العربية في موضوع حقية الفلسطينيين في القدس وهذا نصر سياسي كبير غير مسبوق لأن كان في ثلاث مقترحات أحدهم تقدم به الكيان الصهيوني الغاصب والمجموعة العربية والإسلامية كلفت الكويت وتشرفت بالرد وتفنيد هذا المقترح ودعوت المجتمع الدولي إلى عدم التصويت له كرسالة واضحة للكيان الإسرائيلي الصهيوني وفعلا سقط هذا المقترح وفشل فشل ذريع وكان في مقترح من أصدقائنا في السويد لم نكن ضده لكن كنا نريد أن ننجح مقترحنا الذي بفضل الله بنهاية الأمر هناك بند وحيد يقر كبند طارئ في نهاية الدورة وأقر المقترح الذي تقدمت به دولة الكويت مع شرقاتها الدول العربية يعني هذه الثنائية سنتين على التوالي ونسأى إن شاء الله لتحقيق الربائية في الاتحاد البرلماني الدولي أيضا وهذا يدل على أنه متى ما تعاونت الدول العربية والإسلامية في موقف يجسد لحمة ووحدة الشعوب العربية والإسلامية فإنها قادرة على تحقيق الكثير واليوم الكيان الصهيوني وقع في حرج بالغ لا أعتقد أنه وقع في مثل هذا الحرج من ناحية التصويت في أي من الدورات السابقة وهذا أيضا يؤكد بأن الدبلوماسية البرلمانية السلمية تستطيع أن تحقق الكثير فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ونهنأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي على نجاح وفد البرلمان الكويتي في تحقيق مبتغاه ونصرة قضايا الأمة ولا يفوتني أن أتقدم بشكر الجزيل إلى أختي وأخواني أعضاء الشعبة البرلمانية الذين كانوا خير معين وأيضا الأبطال موظفين الأمانة العامة لمجلس الأمة الذين نعرف نحن عن قرب ما قاموا به من جهد وواصلوا الليل في النار من أجل التحضير لمثل هذه الدورات التي تكللت بالنجاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمفقنا للاستمرار في هذا العمل حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها في المستقبل الغريب إن شاء الله وشكرا